بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم متسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني وبإذن الله سأمطلق وإياكم في دروس معدة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي درسنا هذا اليوم هو مقدمة أو تهيئة للفصل الأول بارك الله فيكم فكرة هذا الفصل بارك الله فيكم وهذا الدرس أن نقف على مدى تمكن الطلاب من المتطلبات السابقة وهي كتابة الأعداد بصيغة لفظية ضمن الألوف تمثيل الأعداد على خط الأعداد استعمال الإشارات أكبر من أصغر من ويساوي بعد ذلك ننطلق الآن إلى هذا الفصل والذي يحمل عنوان القيمة المنزلية الفكرة العامة لهذا الفصل ما القيمة المنزلية؟ ما القيمة المنزلية؟ القيمة المنزلية هنا هي القيمة التي يأخذها الرقم بحسب موقعه في العدد القيمة التي يأخذها الرقم بحسب موقعه في العدد مثال على ذلك بارك الله فيكم أبناء وبناتي يبلغ مجموع أطوال الطرق البرية في المملكة العربية السعودية كم يا أبطال؟ 172.615 كيلو متر وجدول المنازل الأدناه يوضح القيمة المنزلية لكل رقم في ذلك العدد فنرى أن الخمسة هنا تقع في الآحات فقيمتها المنزلية خمسة والواحد يقع في منزلة العشرات وقيمته المنزلية كم يا أبطال؟ 10 والستة تقع في منزلة المئات وقيمتها المنزلية 600 واثنان يقع هنا بارك الله فيكم في منزلة أحد الألوف وقيمته ألفان بارك الله فيكم والسبعة تقع في منزلة عشرات الألوف وقيمتها سبعون ألفا وواحد هنا تقع في منزلة مئات الألوف وقيمتها مئة ألف إذن بارك الله فيكم لاحظتم أن الأرقام تأتي قيمتها بحسب موضعها في العدد بارك الله فيكم فإذا كانت في الآحات تختلف عن قيمتها في العشرات في المئات في أحد الألوف في عشرات الألوف وكذلك مئات الألوف أسعدكم الله وأعتقد أبناء وبناتي أن هذه المعلومة أنتم فاهمينها زيان صح ولا لا بارك الله فيكم إذن ننطلق إلى ماذا سنتعلم في هذا الفصل سنتعلم في هذا الفصل استعمال القيمة المنزلية لقراءة الأعداد وكتابتها ومقارنتها وكذلك ترتيبها بعد ذلك أبناء وبناتي سنتعلم استعمال القيمة المنزلية لقراءة الكسور العشرية وكتابتها ومقارنتها وكذلك ترتيبها بعد ذلك سنتعلم كيف نحل المسائل باستعمال خطة التخمين والتحقق إذن هذا ما سنتعلمه خلال هذا الفصل أبناء وبناتي ننتقل وإياكم إلى المفردات التي سنتطرق لها في هذا الفصل لدينا هنا القيمة المنزلية الصيغة القياسية الصيغة التحليلية كسر عشري إذن هذه المفردات بإذن الله سنتطرق لها في ثنايا هذا الفصل ستأتي في دروس هذا الفصل سنذكرها تحديدا كل مفردة وتعريفها بإذن الله الآن أنطلق وإياكم إلى بعض التدريبات لقياس مدى تمكننا من المهارات السابقة لدينا هذا السؤال أكتب كل عدد مما يأتي بالصيغة اللفظية وهذه مهارة سابقة موجودة عندنا فقط نتأكد من مدى امتلاكنا لها هنا العدد هنا كم بارك الله فيكم ثمانية كيف نكتبه بارك الله فيكم بالصيغة اللفظية أسعدكم الله هل تستطيعون؟ تفضلوا يلا بعطيكم برهة بسيطة من الوقت اكتبوا ثمانية بصيغة اللفظية هيا مبدعين كتبتوها بارك الله فيكم إذن الصيغة اللفظية سأقوم بكتابة هذا العدد بالأحرف إذن سأكتب ثمانية إذن بهذا الشكل كتبناها بالصيغة اللفظية صح ولا لا يا مبدعين؟ كما ننطقها ثمانية كتبناها بالحروف بارك الله فيكم أسعدكم الله ننتقل إلى سؤال آخر لدينا هذا العدد خمسة عشر كيف نكتبه بالصيغة اللفظية؟ تفضلوا يا مبدعين معكم برهة بسيطة من الوقت هيا مبدعين كتبتوها بارك الله فيكم إذن نعود ونكتبها كما نطقناها خمسة عشر إذن سأكتب خمسة عشر بارك الله فيكم يا أبنائي وبناتي كتبناها أسعدكم الله أسعدكم الله أبنائي وبناتي الآن أنتقل وإياكم إلى السؤال التالي لدينا هذا العدد هل تستطعون تقرؤونه وتكتبونه بالصيغة اللفظية؟ تفضلوا يا مبدعين هيا مبدعين وصلت للإجابة قرأتوها وكتبتوه إذن من يقرأ لهذا العدد؟ ثلاثة وعشرون إذن عندك كتبتها بالصيغة اللفظية سأكتبها كما نطقتها ثلاثة وعشرون إذن كتبناها يا مبدعين الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي لدينا هذا العدد من يقرأ أهلي يا أبنائي وبناتي؟ مبدعين أربعة وأربعون تفضلوا اكتبواها بالصيغة اللفظية هيا مبدعين كتبتوها؟ بارك الله فيكم أسعدكم الله إذن نكتب أربعة وأربعون سهلا ولا صعب يا مبدعين؟ بارك الله فيكم إذن ننتقل للسؤال التالي كذلك لدينا عدد الجديد أريد منكم أن تقرؤون هذا العدد ومن ثم تكتبون اتفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين قرأتوا هذا العدد؟ من يقرأ أهلي؟ ثلاثمائة وواحد وسبعون إذن سنكتبه بالصيغة اللفظية كما قرأناه بارك الله فيكم ثلاثمائة وواحد وسبعون وبهذا كتبنا هذا العدد بارك الله فيكم بالصيغة اللفظية الآن أنتقل وأنتقل وإياكم إلى سؤال آخر أبناء براتي أكتب أكتب العدد الذي يمثل كل نقطة على خط الأعداد فيما يأتي وهذا مهارة كذلك سابقة بارك الله فيكم لدينا هذا خط الأعداد يبدأ من الصفر إلى ستة عشر عليه مجموعة كذلك من الحروف الآن السؤال رقم سبعة نريد أن نحدد العدد الذي يقف عليه نقطة با على هذا الخط الأعداد بارك الله فيكم ما هو العدد الذي يتقف عليه الحرف با تفضلوا يا مبدعي اشتركوا في القناة هاي مبدعين النقطة با على هذا الخط الأعداد التالي ما هو العدد الذي يمثلها بارك الله فيكم إذن أحتاج أن أحدد أين النقطة با؟ النقطة با هنا تقع ما هو العدد بارك الله فيكم على خط الأعداد الذي يمثل النقطة با؟ اثنان بارك الله فيكم إذن النقطة با يمثلها العدد اثنان على خط الأعداد كتبتوها با هذا الشكل يا مبدعين وحددتوها؟ بارك الله فيكم إذن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي لدينا النقطة هاء الآن نريد أن نحددها على خط الأعداد ونكتب العدد الذي يمثل هذه النقطة تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين النقطة هاء على خط الأعداد نريد أن نحددها إذن أقوم بارك الله فيكم بتحديدها أين النقطة هاء؟ هنا إذن العدد الذي يمثل النقطة هاء هو 12 صح ولا لا يا مبدعين إذن نكتب هنا 12 بارك الله فيكم بهذا نكون أجبنا على هذا السؤال وننتقل إلى السؤال التالي النقطة جيم نريد أن نحددها على خط الأعداد ونذكر العدد الذي يمثلها تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلتوا للإجابة النقطة جيم إذن أحددها على خط الأعداد الآن هذه النقطة جيم هنا تقع بارك الله فيكم العدد الذي يمثلها النقطة جيم هو العدد خمسة إذن نكتب هنا الإجابة خمسة بارك الله فيكم سهلا يا مبدعين بارك الله فيكم أبطال إذن أنتقل وإياكم إلى السؤال التالي نريد أن نحدد العدد الذي يمثل النقطة دال تفضلوا بارك الله فيكم حتى نحدد العدد الذي يمثل النقطة دال بارك الله فيكم أريد أن نحدد النقطة دال على خط الأعداد هذه هي النقطة دال العدد الذي يمثلها هو ماذا؟ هو ثمانية إذن نكتب هنا العدد الذي يمثل النقطة دال هو ثمانية بارك الله فيكم الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي النقطة ألف نريد أن نحدد ما هو العدد الذي يمثلات فضلية المبدعين هاي المبدعين وصلت للإجابة كما فعلنا سابقا الآن نحدد النقطة ألف على خط الأعداد هذه هي النقطة ألف تقع هنا العدد الذي يمثلها هو العدد واحد بارك الله فيكم إذن نكتب هنا العدد واحد أسعدكم الله الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي النقطة واو على خط الأعداد نريد أن نحدد العدد الذي يمثلات فضلية المبدعين وبنفس الطريقة يا مبدعين نبدأ أولا بتحديد النقطة واو على خط الأعداد هذه هي النقطة واو بارك الله فيكم العدد الذي يمثلها هو 15 إذن نكتب هنا 15 بارك الله فيكم هو العدد الذي يمثل النقطة واو على خط الأعداد ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي أكتب كل جملة مما يأتي مستعملا أحد الإشارات أكبر من أصغر من يساوي وهذه مهارة سابقة أبناء وبناتي لدينا هذا السؤال بارك الله فيكم سؤال رقم 13 8 أصغر من 12 هل نستطيع نكتبها باستخدام أحد هذه الإشارات؟ تفضل يا مبدعين معكم برهة بسيطة من الزمن هيا مبدعين حتى أن نقرأ هنا هذا السؤال 8 أصغر من 12 إذا كنت أكتبها بالإشارات نتذكر هذه الإشارة بارك الله فيكم أكبر من وهذه إشارة أصغر من وهذه إشارة يساوي إذن أستطيع أن أقول 8 أصغر من أين أصغر من؟ هذه هي أصغر من فأقول أصغر من 12 سهلة ولا صعبة؟ ممكن يقول أحدكم السادة عندي طريقة أخرى أقول فيها حتى أتذكر الإشارات أضع 8 و 12 الإشارة أضعها دائما الفتحة تكون باتجاه العدد الأكبر فأضعها بهذا الشكل وعند قراءتها أقرأها 8 أصغر من 12 كذلك صحيح ابناء وبناتي تستطيعون تربطون أي معلومة عندكم بأي شيء يذكركم بها هذه أحد طرق التذكر بارك الله فيكم إذن 8 أصغر من 12 الآن يا مبدعين أسعدكم الله سؤال التالي بارك الله فيكم لدينا هنا سؤال 14 25 أكبر من 10 نستطيع حلها؟ بإذن الله تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين؟ سهلا؟ نعم بارك الله فيكم إذن أستطيع أن أكتب 25 أكبر من أين هي إشارة أكبر من؟ هذه هي أكبر من 10 إذن كتبناها 25 أكبر من 10 سهلا ولا صعب يا مبدعين؟ بارك الله فيكم إذن نمسح وننتقل إلى مجموعة أسئلة أخرى بنفس الفكرة أكتب كل جملة مما يأتي مستعملا إحدى الإشارات أكبر من أصغر من يساوي لدينا هذا السؤال 15 136 تساوي 136 تفضل يا مبدعين أكتب أعدوا أعدوا كتابتها باستخدام أحد هذه الإشارات هاي مبدعين سهلا ولا صعبة؟ سهلا جدا بارك الله فيكم إذن أكتب 136 إشارة يساوي هذه هي أضع إشارة يساوي 136 إذن 136 تساوي 136 وبهذا أجبنا على السؤال الخامس عشر بارك الله فيكم الآن ننتقل إلى السؤال السادس عشر 471 أكبر من 470 تفضل يا أبطال اكتبوها باستعمال أحد الإشارات السابقة تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين سهلا بارك الله فيكم مبدعين أبناء و بناتي إذن أعيد كتابتها 471 أكبر من أين إشارة أكبر من هذه هي أكبر من العدد التالي 470 إذن أستطيع قراءتها 471 أكبر من 470 وبهذا نكون أجبنا على السؤال السادس عشر بارك الله فيكم أنتقل و إياكم إلى آخر سؤال معنا لهذا اليوم يا مبدعين سؤال لفظي في مدينة الخبر يوم أمس بلغت درجة الحرارة العظمى 38 درجة سليزية أما درجة الحرارة العظمى لهذا اليوم فكانت 35 درجة سليزية أكتب الجملة 35 أقل من 38 مستعملا إحدى الإشارات أكبر من أصغر من يساوي بارك الله فيكم إذن هل نستطيع حل هذا السؤال بارك الله فيكم بكل بساطة هو سؤال لفظي طويل ولكن المطلوب بشيء بسيط أن أكتب هذه الجملة 35 أقل من 38 باستعمال إشارات المقارنة أكبر من أصغر من يساوي هل نستطيع يا مبدعين بارك الله فيكم إذن ما رأيكم يا أبطال نبدأ بكتابة 35 والعدد الآخر 38 الإشارة هنا ماذا نضع بارك الله فيكم إشارة المقارنة مطلوب هنا أقل من أي هذه الإشارات نضع يا مبدعين الإشارة الثانية بارك الله فيكم إذن أقول 35 أقل من 38 و 30 أسعدكم الله إذن أعدنا كتابتها بهذا الطريقة 35 أقل من 38 درجة أسعدكم الله وبهذا أبناء وبناتي نكون أجبنا على هذا السؤال أعدنا كتابة هذه العبارة باستعمال أحد هذه الإشارات وهي إشارة أصغر من وهي 35 أصغر من أو نستطيع نقول أقل من 38 بارك الله فيكم إلى هنا نكون يا أبناء وبناتي وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم تعلمنا ووقفنا على بعض المهارات التي يمتلكها الطلاب سابقا ونرى مدى امتلاكهم عليها بالتأكد من كتابة الأعداد بالصيغة اللفظية ضمن الآلاف كذلك تمثيل الأعداد على خط الأعداد وكذلك استعمال الإشارات أكبر من أصغر من نوساوي وبهذا أبناء وبناتي نكون وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم كان معكم معلمكم من السيد علي القحطاني تقبلوا فائق التحية والاحترام في أمان الله